بداية اليوم ردنا على الخطاب الأميري في عدة قضايا انتظرها الشعب الكويت عندما طلع في تاريخ ستة ستة ليختار نوابه لتحقيق تطلعاتهم وأمالهم وأحلامهم حل مشاكلهم ومحاربة الفساد اللي استشرب الكويت من عشرات السنين اليوم اختارنا الشعب الكويتي وطالبنا بعدة أمور طالبنا أننا نتعاون مع الحكومة في الصالح العام ومدينا إيد التعاون ومدينا إيد العمل عساس ما يقولون أن المجلس هذا مجلس مؤزم مجلس يبحث عن تصفية الحسابات اليوم مدة يد التعاون للحكومة وننتظر من الحكومة أن تبادر في هذا التعاون بما فيه الصالح العام للشعب الكويتي عندنا عدة قضايا اختارنا الشعب الكويتي فيها تمس في حياته اليومية وحياته المعيشية اللي ما لشيغ المواطن الكويتي في أي مهاترات سياسية هم المواطن الكويتي شون تنعمل أسر الكويتية في حياته الكريمة وتحل قضاياه المعطنة من عشرات السنين وأنا بدخل في القضايا مباشرة قضية عندنا قضية المتقاعدين مواطنين عشرات السنين هم يعملون وأفنوا حياتهم في خدمة الوطن وفي خدمة الشعب ولما تقاعدوا راح ما يقارب ثلث من رواتبهم بعضهم النص طبعاً أنا ما راح أتكلم عن الاقصاد والالتزامات المالية اللي أكلت كل الراتب أنا راح أتكلم عن الصاف اللي ينزل وبعدين يصر بمباشرة اليوم في حالة التضخم اللي اليوم المواطن ورب الأسرة الكويتي مو قادر يعيش مو قادر يصرف على أسرته مو قادر أن يتعامل في مرحلة الغلاء والفوضى في الإدارة الحكومية الغير مسؤولة لحماية الأسرة الكويتية بشبهة التضخم المتعمد متعمد من الجهات الرقابية الحكومية متعمد بالسكوت متعمد بالتواطئ متعمد بعدم المحاسبة للتجارة الجشيعين اللي أكلوا من اللحم الحي للشعب الكويتي بوجود صمت حكومي وتعاون على المواطن مع هذا التاج للأسف ولا يوجد بصيص أمل حقيقة اليوم كلنا نروح الدووي كل يوم الشعب يسألنا بوجود التفاهم النيابي الحكومي شو اللي بتسوونا شو اللي بتعطونا موضوع القوانين أمر جيد موضوع التفاهم بالقوانين أمر جيد استراتيجي بعيد المدى اليوم الناس تبهي أمر حالي حالي يحل مشاكلهم يحل مآسيهم يحل أعباءهم الرواتب لم ترفع من 2008 وتفاوت هناك وفي تفاوت بين الرواتب والموظفين وللأسف التاج للجشع قاعد يعمل حساب على الرواتب العالي واللي رايح فيها مسكين صاحب الدخل المتوسط اللي مقادر الحين مقادر أي شيء يالي بحياة كريمة مدارس خاصة جامعات خاصة مستشفيات خاصة كلها بسبب سوء لدارة الحكومية يقولون ضرائب المواطن قاعد يدفع ضرائب المواطن قاعد يدفع ضرائب بصورة غير مباشرة قاعد يدفع للمدرسين الخصوصيين قاعد يدفع للمستشفيات الخاصة قاعد يدفع لجامعات الخاصة قاعد يدفع للبنية التحتية المتهالكة قاعد يدفع للمواطن ضريبة غير مباشرة ضريبة قاسية على الشعب الكويتي وكأن الشعب الكويتي هذا مغضوب عليه من هذه الحكومة والحكومة السابقة المواطن اليوم الكويتي يبيه عنده عدة قضايا عنده قضية التوظيف اليوم للأسف لا يوجد تنسيق لا يوجد تنسيق بين المخرجات التعليمية واحتيات سوق العمل اليوم لا يوجد تنسيق بين دول الخدمة والجامعات والمعادة التطبيقية اليوم عندنا آلاف من التخصصات اللي فيها فوائض في مؤسسات دولة ونجد أن الحكومة الأحد الآن والإدارة الجامعية وإدارة المعادة التطبيقي تخرج آلاف من هذه التخصصات للأسف مع أن سوق العمل فيه اكتفاء وفائض فيها لأنه لا يوجد تنسيق حكومي فيه فوضى حكومية حكومية هذا الواقع اللي قد نحيش حنا اليوم عندنا أربعين ألف طالب وطالب يدلسون بره بوجود جامعة صارت ابنى ستعش سنة جامعة اللي وافق عليها المجلس الوزرع اللي وافق عليها في هذه الموقع وفي هذه الكمية المحدودة للأسف اليوم بدأ الله يبنى جامعات في منطقة قاعد يوزعون مناطق خارجية منطقة صبح الأحمد ومنطقة المطلع للتنفيس عن الدولة طيب نتنفيس عن الدولة كل يوم قاعد يجون الصبح ويدخلون للمعاهد والجامعات وردت لازدحام مرة أخرى ومنشاكل مرة أخرى بدأ لا تبني جامعة في موقع واحد وتكلف الدولة لحد الآن مليارين ومثلين مليون بطاقة استعابية لا تتجاوز أربعين ألف طالب وطالبة مع أن الموجود حاليا يدرس عندنا أربعين ألف طالب وطالبة يعني لا طبنا ولا غدر ولا غدشتر ولا سوت شيء ليش ما بنيت الجامعة خلت الجامعة هذه ثلاث جامعات جامعة في المنطقة العاشرة وجامعة بالجهرة وجامعة في الرابعة أحساس أنك تحل المشاكل ومعها التطبيقية أيضاً مع التطبيقية في العاشرة مع التطبيقية في الجهرة مع التطبيقية في الرابعة لكن لا توجد استراتيجية ولا توجد رؤية حكومية قرارات فوضوية قرارات التجالية قرارات مزاجية لا توجد رؤية لا توجد دراسة لا توجد خطة قاعدين نمشي على قرارات الموجود نفذ بس هذا في حالة احسان الظن قد يكون فيها سوء ظن أنه في مشاريع قائمة وكيف نستفيد منها ونفذها بأي حالة من الأحوال مواطني إن من بنية تحتية متهالكة اليوم أصبح طموح المواطن لكويتي أن يمشي على طريق سليم طموحنا اليوم نمشي على طرق سليمة بدل أن يكون طموحنا في السقف العالي من التنمية والتطوير والازدهار والنهضة طموحنا اليوم شون نمشي على طريق سليم حكومة عاجزة تعالج طرق حكومة عاجزة تنزل شركات تنفذ ويلتمس منها المواطن الجدية في الإصلاح ندري أن الفساد فساد صلى عشرات سنين ندري ونفهم أن الحكومة هذه ما تتحمل أعباء أخطاء السابقة لكن اللي ما نفهمها ليش الحكومة تبادر وتبدأ في العمل ليطبئن المواطن ويرفع الكلفة عننا كنواب عننا وعن الحكومة أيضا عندنا أمثلة كثيرة في القضايا المهملة أم أضرب مثل في منطقة جلب الشيوخ وما أدراك ما جلب الشيوخ جلب الشيوخ دولة داخل دولة دولة الحكومة ليس لها يد فيها أبداً من بعيد ولا قريب شوارع شوارع فقدت معالمها نهائي نفايات 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 في كل مكان عزاب في أرجاء المنطقة كلها أسواق غير قانونية وتخزين البضائع وبسطات تقام في كل مكان من غير رقيب ولا حسيب لا يوجد تواجد أمني نهائي الدولة أشبه بالدول النامية ما أحد راح يصدق أن هذه دولة الكويت ولا هذه المنطقة في دولة الكويت ويفترض للمنطقة هذه واجهة الدولة اللي يطلع من المطار المفروض يجي منطقة جلب الشيوخ يجد فيها المجمعات والمولات والمناطق السياحية والفنادق أقرب منطقة للمطار لكن يجدها خرابة مدمرة متهالكة مرتع للأرذال مرتع للفساد مرتع للهروب الخدم مرتع للسراغ مرتع للرذيلة بعدم وجود حكومة مطلع على هذا الأمر وعدم فعل أي شيء والآء والطام الكبرى والآعم للأسف 18 سنة المواطن الكويتي مقدر تصرف في منزلة أصحاب البيوت بعضهم مات وعندهم ورثة مقدرين تصرفون في أملاكهم والسبب ما في رؤية حكومية ما في أي مبادرة لحل هذه المشكلة وهذه المصيبة كل المسروقات التي تسرق من أملاك الشعب الكويتي قاعد يسوي قاعد يسولها مزاد في منطقة جلب الشوخ أسواق خاصة للسرقات يقام عليها مزاد علني تحت مرأة البلدية ومرأة الداخلية ومرأة وزارة تجارة وعمك أصمخ هذا واقع شوارع متهالكة والله ما حد يستطيع رئيس الوزراء تحدى ينزل روح جلب الشوخ قضايا لا تعد ولا تحصى قضية البدون قضية حكومات حكومات متعاقبة وحكومة حالية لا توجد عندها رؤية ووضوح لقضية البدون قضية البدون لم تكن قضية شرعية وإن لم تكن قضية إنسانية وإن لم تكن قضية أخلاقية لتكن قضية أمنية الولد الشاب من أبناء البدون لما يشوف أخته وامه وخواره ما عندهم قوت يومهم ولا عندهم مظيفة ولا عندهم تعليم ولا عندهم تطبيب يستغلوا لما يستغل هذا قد يستغلوا لما يستغل من تجار المخدرات وغيرهم شاب من البدون يطلع وإين شو يعتقد إن كويتي ولما يصير بالغ ويعي الواقع المؤلم يدرك إنه بدون هوية وبدون جنسية مع أن البدون الحقيقي مفروض مصطلح يطلق على اللي بدون إنسانية وبدون رحمة وبدون رائفة وبدون رؤية هذا البدون الحقيقي حكومات عاجزة تحل قضية كل يوم قاعد تكبر اليوم عندنا مئة ألف بدون بعد عشر سنين عشر سنين سنين رح سنون مئتين ومئتين وخمسين ألف والنتيجة طي في عندنا بدون أبناء صاء اليوم أبوه بدون وجدة بدون هو اليوم بدون هوية حقيقية الحل اللي عنده اللي يستحق الجنسية تنسوه اللي ما يستحق الجنسية علموه قولوا له مالك جنسية واللي يستحق عطوه وسكروا الملف إذا حكومة عاجزة وغير قادرة حل قضايا مثل هذه نعمل منها رؤية قادمة نعمل منها خطة قادمة نعمل منها إنجاز قادم أنا شك في ذلك